موسيقى بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم محباب مشاهدين الكل على الوطنية الأولى حاستنا اليوم على قياسنا بالضبط على قياس التوينسا احنا من الناس اللي عايشة نحبه نصرفه في كل مناسبة نقوله اهل عيد غالي علينا اهل علوش غالي علينا اهل مولد غالي علينا لكن تلقانا مفضل ليه سبحانه نعيده الكل ونطيبه عصيدنا الكل وفي العيد الصغير نلبسه ليداتنا نقول الكل معنا نقوله بنسبة كبيرة برش لكن مع هذايا دي ما فما ما خلطتش منجمتش من نصف شهر ادخلت في الروج هذيك عليش عملنا حسط اليوم حسط اليوم مش توارينا كيفاش ربي سبحانه ارشدنا الى حسن الاستهلك كيفاش سيدنا صلى الله عليه وسلم من خلال السنة الشريفة من خلال سيرته صلى الله عليه وسلم ورنا اثنيتك المعادلة ديكا بين الاسراف وما بين الشح بين انه انسان ينفق برشا وبين انه انسان مشحاح كيفاش النجم نحقق هالمعادلة هذية ان نكون شدد الخط الوسط انه نرشد في استهلاكي انه يندرى الترشيد في الاستهلاك فلوسك اهو وقال لترشيد في الاستهلاك حتى وقت طيبك وحتى وقت تشعيل ضوك وحتى وقت استهلاك الممتاعك وحتى هل في هذا الكل وفما بركة شنو فضل ترشيد الاستهلاك في الاسلام حتى كنت تسمع فيها وتحب تعمل المعادلة هذية نحبك من داخل تكون مقتنع وانه المعادلة هذية مش مش تفيدك كان في دنيتك انك تفضل من شهريتك ولا انه شاهيتك تزازيك نحب ونوصله لانه شاهيتي تزازيني ولكن انا قاعد نربح في اجر وفي منزل عظيمة عن ربي خاطر هذا هو ترشيد الاستهلاك وهذه هي حصتنا اليوم نحب راحب بضيوف لي بحذية اليوم في السوديو شيخنا عبد الكريم ترابلسي مرحب بيك نورتنا برشا شيخنا وشيخنا مونير بلهوين نورتنا شيخنا مرحب بيك عنا مديدة عليك شيخنا بش نحكيه على ترشيد الاستهلاك معادلة صعيبة كينها معناها وقتش نولي اسمي مصروف جي وقتش نولي اسمي مش حاح ساعات ريح تجيبش عملها المعادلة هذية ما يلقاهاش هو صحيح ولكن ربي سبحانه وتعب بسم الله الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله نرحب بالسادة المشاهدين في تونس وخارج تونس وكلهم وإن شاء الله ربي بركننا في وقتنا وفي ما أعطانا من مال وربي إن شاء الله ما يجعلناش من المسرفين لأنه إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين كما قال ربي سبحانه وتعالى هذه قلت ربي ما يصعيب عليش خالت ربي ما أمرناش بحاجة إلا نكون عنا فيها استيطاع ونقضب على ذلك لأنه الأمة الإسلامية في حد ذاتها ربي قال وكذلك جعلناكم أمة وسطة في الوسط فربي سبحانه وتعالى اجعلنا أمة وسطة وربي سبحانه وتعالى أشاد بعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة إلى أن ربي سبحانه وتعالى يقول والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامة شوفوا محلية والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ما أسرفوش ولم يقتروا ما يقترش مش حاح وكان بين ذلك قوامة بين البنين ها وهذه الوسطية لأنه يجبنا نعرف أننا سنسأل عن ذلك عن المال متاعك كيفاش أنفقته ومما اكتسبته وهذا هو معنى الترشيد الاستهلاك استهلاك الوقت في حد ذاته استهلاك الجهد في حد ذاته استهلاك الطاقة متاعك أنت والطاقة متاع الأمة متاعك الطاقة متاع المجتمع ومتاع العالمين التي تعيش فيه وهذا كعليش النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في حديث لن تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن أربع أربع حاجات فهم ترشيد بأتم معنى الكريمة عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله مما أنفقه وفيما اكتسبه وفيما أنفقه مما اكتسبه يعني من الإخلال ثم فيما أنفقه فكيفاش بش ينفق فمسألة الإنفاق مسألة مهمة جدا واذا كعليش يزم الإنسان يكون فيها يعني يبتغي الوسطية وأنه ما يكون شبخيل إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورة وربي قال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ما تجعل هايش يعني يقول وإحنا إنسان يدو قلو إحنا قديدة ولا منيش عارف مش حاح ولا لي هو فمني ما تجعل هايش أيضا مبسوطة كل البسط يعني اللي فمه هدك هو ما تخبيش ما تفكرش بش أنك يعني تجمل بش أنك تخبي بش أنك تفكر بش أنك تبتغي مرضات الله سبحانه وتعالى في هذا الإنفاق بش ما تكونش كما قال سيدنا عمر أكل ما اشتهيت ومشتريتهم يعني سيدنا عمر كان يقول الجملة هايدي متاعه إخي كل ما تشتهي تشري هذا هو الإشكال اللي أحنا موجود عنا اليوم في الأمة متاعنا أن نعيشوا بالشهوات واللي حاجة اللي نشتهوها نحب وناخذوها ما عناش كوابح وهذا أنه بش نصلوا إلى معنى مفهوم الترشيد ترشيد الاستهلاك بش قلناش معنا الترشيد بش قلنانو فمه يعني رشد الرشد يعني الحسن التصرف في الاستهلاك أنه يحسن التصرف كيفاش لما يبتغي بذلك مرضات الله سبحانه وتعالى وياخذ نقوله نحن يتصرف يعني بالضبط ما غير ما غير لا إفرات ولا تفريط لا ضرر ولا ذرار نرجع إن شاء الله بتفاصيله أنت دخلت بنا الأعمق أكبر من هكاية حتى قلت الترشيد حتى في الطاقة الترشيد حتى في وقتي الترشيد حتى في جهدي معناتها إحنا عادة كلمة الترشيد في الاستهلاك نسمعها في دي سبوت في التلفزة نسمعها في دي سبوت في راديو ترشيد الاستهلاك متعلقة مثلا بستيك بصنات إذيك الاسبوت هذوكم معمرنا مغزرنا للكلمة هذية من الجانب الديني ما جيش البيلنا وأنه اللي يتكلم يقول لك يا أخوة فلوسي أنا حر فيه يا سيد الحب لوح فلوسي في القاع أنا تسالني ما هو هكا يقولوا هنا فلوسي أنا حر فيهم يظهروا باليوم معناتها نحكيه على أنه فلوسكم ماكش حر فيهم هي رزق من عند رب العالمين ويزمك تصرفه بما يرضي رب العالمين نرجع معك للمعادلة هذية يا شيخنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بالسادة المشاهدين نحب أن نتلق من كلمة منتازة جدا أثارها الشيخ منذ حين وعقبت عليها في الإبان لابد أن نفهم ولابد أن نقول لهالناس اللي يتصور نفسه وأنه حر في أمواله يتصرف كيف يشاء وأنه يشاء بطريقة فيهم التبذير وفهم الإسراف ما فيه قلوا له أن الدين هذا الإسلام دين عظيم جدا ولا أدل على عظمته وأنه سطر حياة الإنسان في كل تفاصيل سبحان الله في علاقته بالله في علاقته بالمسلم بغير المسلم بجاره حتى بمن لا يحب رب سبحانه وتعالى اعطاه ظوابط وعطاه منهج حتى في وقته اعطاه ظوابط سبحان الله فعلا وهذه عظمة هذا الدين من بين الحكم ومن بين المناهج التي سطرها الإسلام هي كيف يستهلك الإنسان وكيف يصرف أمواله كيف يصرفها رب سبحانه وتعالى هو الذي اختار لك المنهج الصحيح والحكمة والمقصد اللي فيه مصلحتك أيها الإنسان وكما أشار منذ حين فضيلة الشيخ هذا المنهج وهذا التمشي مبني على كلمة مهمة ومهمة جدا وهي الوسطية في الإسلام الوسطية في العبادة في الإنفاق في المحبة في التواصل مع الناس منهج كامل قوامه الاعتدال رب سبحانه وتعالى سطره في قولي عز وجل ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا الجمل المحصور هو الجمل أكرمكم الله الجمل اللي يبارك الهزير ما ينجمشي قوم فالإنسان عندما ينفق أكثر من اللزوم ويتوسع يتوسع بطريقة فيها التبذير وفيها الإصراف يجي يوم الأيام حشكم ويبرك وينتهي أمره ويدخل فيه منظومة معنىها فيها من التدائن ومن الحاجة وربه سبحانه وتعالى حذر من هذا المنهج على مستوى الأمة وعلى مستوى الفرد الأمم السابقة اللي ربي معنها والعياذ بالله صابها عذب الله تعالى ومن تدمير ومن مقت ومن مسخ وخصف وغيره باشي بدات بدات بعمل المترفين عمل المبذرين عمل المبذر هذا يهلك الأسرة ويهلك الإنسان في نفسه ويتعدى إلى الشعوب وليوم نحن كما أشرت منذ حين في فترة في بلادنا وفي العالم ككل في الحقيقة في فترة الدعوة فيها إلى ترشيد الاستهلاك وإلى نهج منهج فيه من الاعتدال وفيه من المحافظة على الأموال وعلى الثروات وعلى المدخرات وعلى ما نقتاته وما نقوله وما غير ذلك الأمر فيه أصبح ملوحا جدا خاصة في أيامنا هذه حتى من الماء قوام الحياة حتى من الماء قوام الحياة يعلمنا الإسلام وعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نعتدل فيه وأن لا نسرف فيه حتى في الوضوء حنأخذ كلمة بتاعك هذه الأخناية سيدنا صلى الله عليه وسلم علمنا كيفيش النهج وهل منهج هذي عليش خاطرك أنا كما قلت في التقديمة بتاعي ماهوش سهل أنه إنسان يشد خط الاعتدال هذي معنات فما شكون يقولك أنا نتقرنت في حاجة معاينة بيش نصرف بزيد في مثلا تفرهيدي ولا كذا أنا هذوك ما أولويتي في حياة خاطر كل يحده أولوياته لأخي يقولك أنا نتقرنت برشة في الماكلة بش نصرف برشة على القراية لأخي يقولك معنات هل اعتدال هذي ماهوش سهل وإحنا قلنا ديننا خللنا الضوابط سيدنا صلى الله عليه وسلم شيخنا كيفيش كان يسير في حياته هيتناخذوا من السيرة المحمدية ونحاولوا نقتديوا بها نعم التوسط أبدأ من ما ختم الشيخ حتى فيما يتعلق بالعبادة وبالوضوه مرى النبي صلى الله عليه وسلم مرى على صحابيه وسعد ابن أبي وقاس وهو يتوضأ فقال له لا تسرف يتوضأ قال له لا تسرف قال له يا رسول الله أفل وضوءي سرف وإسراف خلال سيمتين أن توضأ فما إسراف قال له نعم وإن كنت على نهر جار تبدأش تتوضأ وانت على نهر أكثر شيء هذا نهر مش سبالة يعني وجاء مام تحسو ناد ومنش عارف لا لا على نهر جار قولوا انت عرب هو كلهم تعربي لما حالي فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وإن كنت على نهر جار بشي علمنا المبدأ هذا تعرف النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا فيما يتعلق بالسنة التقريرية اللى أقر على الصحابية هذا أنه شايف يعمل قال له ما تعملش هكا ثم حتى في سنة الفعلية صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يغطأ يتوضأ تعرف قديش يتوضأ المقدار وضعه النبي صلى الله عليه وسلم كان الموضوع يمتعه هو مد والغسل يمتعه هو صاع 中عش معانا throws المد المد هو تقريبا تقريبا هو لترة اترة ونص هي يتوضى بها النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل تعرف بكيفاش يغتسل بصاع الصاع تقريبا هو أربع أمداد يعني تقريبا هو أربع لتر تقريبا يعني الاغتسال النبي صلى الله عليه وسلم أربع لتر متعمال شوف اليوم أنه إنسان تلقاه مش يغتسل ما يتهنى إلا ما يعبي بانه متعمال 300 لتر وواواواواواوا يعني هالسلوكات هذه ما نتحدوش يعني احنا نقول له ربما حد أدنى عند الناس أنه 100 لتر أو 150 إترا ذي حاب نحكيوش كم شاء الحمام ذيك ما يتهنى إلا ما يعدي كيفاش فلوسي ما ننزم نعم أربع خمسة سوائق ذيك إلا ما يدوح ما يتحل الحمام بعد بشهر يعني إنشاء فلس تحكي لا حول ولا قوة إلا بالله هذا هو الإشكال يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن كنت على نهر نجار أكلوا واشربوا وتصدقوا ولا تسرفوا ربي سبحانه وتعالى علمنا المنهج هذا أنه قل من حرم مزينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ربي ما أعلمنا قال وكلوا واشربوا أمام بعد شنو ولا تسرفوا رجع لي الكلوا واشربوا وتصدقوا ولا تسرفوا مهمة برشا إحنا كنا نحكيوه على الماء وعلى ترشيد الماء وسمحني نعم تا مليحة شو حكمت معنتها ربي سبحانه خاتر سيدنا ما كانش ينطق على الهواء فشو ربي سبحانه معنتها وقتلين تقصيدنا وأمرنا بأنه نستحفظه على الماء ولو على نهر نجاري جينا للنهار وإحنا مستحقين فيه الترشيد في الماء في بلادنا معنتها وصلنا الحالة معتا كنا نروع على الفيسبوك تساور متاع ودياننا النجحة ونسقطعة عليها الماء شوف سبحان الله كلمة الماء في القرآن الكريم شايف ذكرت في القرآن الكريم 63 مرة كلمة الأنهار والنهار في القرآن الكريم 52 مرة 63 مرة كلمة الماء في القرآن الكريم عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم شوف أنت الكون هذا بكله ما الذي نعرفه أن المعطيات التي نعرفها في الجغرافيا أن الكرة الأرضية فيها 75 مية يعني مياه ثلاثة أربعة متاحة والأربعة الأخرى يابسة هال 75 مية لهو ماء وذا ربي قال وجع عنا من الماء كل شيء حي هال 75 مية متاع الماء هذا الكل فيها 97 مية بحار ومحيطات بحر متوسط وبحر الأزرق والمحيطات 97 مية 2 مية منها هي أنهار وديان واحد في المية هو ماء عذب اللي نشربوه واحد في المية تحبش بذكرني ذكرني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي يا ربي سبحانه وتعالى يعني أخلق جعل المية رحمة 99 استأثر بها عنده هو ورحمة واحدة احنا نتعايشوا فيها الناس الكل ربي جعل من المية في المية بتاع المالي موجود في العالم عنا كانوا واحد في المية وشربوه وهذا كعليش اليوم وفم أكثر من مليار بشر في العالم هذا بدون ماء صالح للشراب وآخر أقول لحصة تقول أنه عام 2025 إن شاء الله والله أعلم أنه بشيوسوا 3 مليارات من سكان البشر ما عندهمش ماء صالح للشراب وانت قلت على تونس وأكثر المناطق اللي هي عرضة اللي هي بلادنا الشمال إفريقيا احنا نعرف المناخ منتاع بلادنا هو مناخ الوسط والجنوب هو مناخ يعني جيف والشمال هو شبه جيف هذا هو المناخ منتاعنا وشتين سنيجة شتين تقريبا يعني ونشروف أنه احنا اليوم أنه هذه فهذه سبحان الله الماء هو أرخص الموجودات ولكنه أنفس المفكودات واضح نعم هو المؤمن كيس بطبيعته أنه يحسن التصرف والكيس هي أنه يحسن التصرف ربي سبحانه وتعالى والذين إذا قالوا والذين إذا أنفقوا لم يسرف ولم يقتر وكان بين ذلك قوامها هذا هو الأصل أنه إنسان يعني يكون يعني يكون معتدل أن يكون معتدل في الوقت امتاعه في الانفاق امتاعه مثلا في الأكل أنه لأنه فما أكل فما شرب فما لباس فما يعني بمعنى أنه فما صحيح فما أولويات في الانفاق مما لا شكا فيه يعني مش يقوله أسما قدم كيما بيش تنفق على الماء لما لأنفع العلم كما بشتنفق على اللبسة لا الأكيد فما أولويات ولكن هالأولويات هذه أنه الإنسان ما يحرمش نفسه خطر ربي سبحانه وتعالى زادة مش معنى خطر خلنقوله فهمش يسمعنا طوي يقول يعني بمعنى أن يكون إنسان بخيلة شحيحة لا راه الترشيد مش معنى تكون قرنات لا مش هذا يعني الترشيد هو أنه يعني ربي سبحانه وتعالى يحب أن يرى أثر نعمتي على عبده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني قالوا يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون نعلو حسن ولباس حسن قال لا مش هذا النبي صلى الله عليه وسلم الكبر هو أنه رهؤون غمط الحق يعني هو أنك تحكم تعالى الناس لا فأنه الإنسان يكون لبسه حسن ربي يحب يشوف أثر نعمة متاع على عبده لكن دون إسراف دون أنه يمشي يكون يعني بالمخية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم معناها خلينا نكونوا عمليين معناها من غير ما تبدأ أنت مثلا عندك ما يززيك في قلسك جيت مناسبة ولا جاي مش نوري يروحي أنا قدام أهلي ومالي أنا لبيس والي أنا عندي يلزمني نظاهيهم ونصرف قدهم ونكون كيفهم قد قد المهم وأنه ما نظهرش أقل منهم ورغم اللي أنت مظهرك بهي معتا هذا وهذه من أسباب اللي كنت تحدث عليها اللي هي أنه أعمل كيف جارك ولا حاول ببدرك هذي إشكال كبير أنه من أسباب اللي خلات أنه فماش ترشيد في الاستهلاك وفماش يعني يعني أنه فماش شكل قوام هذيك أنه يكون إنسان وسطي في الإنفاق هو أنه يحب يعني يعمل يحب يتصرف على أكثر من طاقته وهذا هذي مسألة مهمة قدش من مشاكل بين أزواج صارت ومشاكل متع طلاق ومشاكل صارت بش باب هذاء الرب يش قال لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها إنسان دخله هو ألف دينار بش ينفق إنسان دخله ستة مياء ينفق على ده كل واحد بش كون الحاجيات متاعه لينفق ذو ساعة من ساعته يعني هاكو سوش ربيش قال لك شوف الكلمات مهمة من يخفو عليها لينفق ذو ساعة شمع أنت ساعة من ساعة يعني هو الرب يموسع عليه عنده ينفق ومن قدر عليه رزقه شمع أنت ومن قدر عليه يعني من ضيق عليه رزقه يعني مش العكس توا فلينفق مما آتاه الله على قد الحاف من ساعته وهنا أنه هذك علاش أنه لا يكلف الله نفسا مش إلا وسعى لهنا لا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه في الدين الإسلامي معانتها ربي سبحانه أرشدنا إلى الأولويات معاناها نحكي في المطلق معانتها أرشدنا ربي إلى الأولويات مثلاً أنك في أولوياتك أماكلتك ثم العلم ثم من عرش معانتها ثم تفضل تحقيبنا على مقالة الشيخ منذ حين الأولويات في الحياة هي ثم ضرورات ضرورات لا مناصة معاناها أنه إنسان بشي يوفره ويحققها النفسه ولأهله والأسرته اللي هي أساساً المأكل والمشرب والملبس والدينة تحدث عن ثلاث نقاط هذه تحدث عن نقاط هذه فبدءاً بالمأكل نرجع إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فنجد حكمة عظيمة جداً لو اللوم نلتزم بها جميعاً لو نلتزم بها الإشكالية الإختصادية على مستوى الغذاء تحل في أقل من تصوره فنحن نتحدث نقول الإسلام حل لمشاكل الناس وحل لقضايا الناس عموماً فلابد أن ندعم هذا ولابد أن نتطبق هذا بالتزام عملي ما جمع النبي صلى الله عليه وسلم في بطنه طعام على طعام ما يعنيه؟ سيدنا صلى الله عليه وسلم في حياته كاملة ما جمعش بين ماكلتين ماكلاش ماكلتين نيكل طعام واحد وهذا أهل الذكر من الأطباء ومن أهل التغذية اللي يسمعوا فينا الآن يقولوا سبحان الله هذا هو علاجه لعشرات الأمراء هذا معتأول نحن اليوم نحطه خمسة أو ستة أنواع من طعام وما تأكله الزبالة أكرمكم الله أكثر من ما تأكله البطون في شهر رمضان قدر الإنفاق في البجتمع التونسي ما يكفي لشهرين آخرين من طعام ثلاثة أشهر ينفق في شهر واحد كلهم تقريبا مليار خبزة مليار خبزة معناها تنفق وتأكله هالمزابة وشيخنا هنا جايين ها هذية أنه كزبلة الماكلة اللي تلاوح في الزبلة والخبز اللي نشريها أكثر من لازم وبعد يتحط قدام البيب هذية يراه في الإسلام معانتها مردود عليه معانتها رب سبحانه ما خليهش مسيدة بش نمشي بك أكثر من هذا مش للخبزة بعض السادة المستمعين قد يبهتوا من هذا لو رجعنا يقول الله تعالى قلنا نحفل قول الله تعالى ثم لتسألون يومئذ عن النعيم بعض السادة المفسرين النعيم شو نفسروه النعيم ما هو النعيم واحد قد يتصوروا معاناها ملاذات الأكل وأصنافها وغيرها النعيم قال بعض السادة المفسرين هو الخبزة وقت اللي تقسمها أو تنحي منها جدمة صغيرة ثم فوتات يتيح في الأرض فتيفات صغيرين تاع خبز رب يوم القيامة يسألون عنها يسألون عن ذاك فما بالك بصنوف الطعام والمأكل اللي معناها فمتني مبذلوا فيه كيفاش نعملو الشيخنا كيفاش نعملو هنا أول ما نعملو الموضوع هذا بش يكون عنده فائدة عملية ويكون عنده بناء أساسي في مجتمعنا أراه لا يبنى إلا على تقوى الله لا يبنى إلا على عقلية كاملة في المجتمع وقت اللي أيها السامع أيها المشاهد الكريم تسمع فينا أنت تقص في الخبزة متاعك وتشوفك الفوتات هذاك تعرف أنك حرام تلوح فيه فتنتهي عن هذا وقت اللي تتوضى حراما؟ حرام طبعا وقت اللي تحب في سنيك هتصبح المنكر وفما المحرم ليه مش منكر حرام أنك تلوحك الفتاتة ذيكا في الزبلة حرام لماذا؟ وقرأ كنت لميته وحاتيته في سحنك وكليته سبحان الله تلميه وسيدنا صلى الله عليه وسلم يعلمنا سنة سنة كثير من الناس قد يتساءل عنها الرسول عليه الصلاة والسلام كان يلعق الإناء سحنك لنحطوه نحطوه فيه قدر ما نأكل بالضبط ونكملوه والربيه سبحان الله سبحان الله هذا المشكل في العقلية العقلية معناها ليست مبنية على أسس شرعية وأسس دينية عميقة ولداتنا منذ الصغر نعلموه نعلموه قول صحنك لنتكمله لنتكمله كنا نتحدثوا منذ حين في الكواليس مع الوخيان نشوفوا بعض مظاهر في بعض النزل في بلادنا في بعض النزل ما شاء الله تلقى معنا أنواع كثيرة من الطعام يحط ستة وعاشرة أنواع وما يلقي به في المزلة أكثر مما يأكلوه في بطنه على غير للأسف للأسف هذا نقولوه على غير ما نراه من الأوروبيين ومن غير المسلمين اللي يلتزموا بمنهج اقتصادي فيه من الترشيد وفيه من المحافظة على ثروات المجتمع ما فيه يقولك فلوسيا أنا مخلص ممية تلف أي فلوسك نرجعه انتقله الماله لله وأنفقه مما جعلكم مستخلفين فيه وقال ربي سبحانه وتعالى معناه في كثير من الآيات المال ينسبه إلى الله تعالى المالك الحقيقي الماله هو الله ونحن متصرفون فيه فقط نصرفه فيه مدة ونمشي على نفسها نرجعه للسيرة النبوية انت قلت سيدنا صلى الله عليه وسلم كان ما يجمعش زوز معانتها أوكليت في نفس الوجبة معانتها طيب حاجة بارك فينا يزي يكفي لماذا لا هذي مش دعوة للشح ودعوة للتصوير نحن نحب ناخده من سيرة سيدنا صلى الله عليه وسلم كان أكثر من هذا كانت ما يؤثر عن البيساء صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه يلحس سوابعه يلحس سوابعه يلحس سوابعه علش يلحس فيه موش لأنه جعان موش هذا المقصد بشكرم يكرم الطعام ويعتينا نحنا درس لله يعتينا نحنا مدرسة رسول الله المدرسة العظيمة هذه يعتينا قيم يا ناس ما تلوحوش حتى تريف طعام في المغرفة وفي أيديكم لأنه نعلم أين هي البركة سبحان الله ما هذا الهدي النبوي العظيم كلمة البركة هذية سبحان الله هذه كلمة البركة شيخنا في فترة ما بعد الثورة جيتنا فترة سعيبة كانت فيها العطار مسكر والخضار مسكر واللي يخلط على خبزة يشري الجار واللي يخلط على بكوحليب يشري الجار في الزمانة ذاكة فاقة العباد وأنها كانت تصرف بزيد عليش خاطر وقتها الباقيت اللي يجيبها لك جارك تززي وتشبع وتقوم الناس كل معناها تقوم الناس كل شبعانة ومتعاش على روحك انت ببعد ولا بش تلقى خبز ولا ليه خاطر وقتها دنيا مسكرة فوقتها نذكر برشا مع انت توينسي حتى على الفيسبوك وكل يعني مع انتها يبرتجيوا في كيفيش مع انتها احنا كنا العين كبيرة كي تقف على الخباس تقول ليش وشي ززيو زوز باقيت نتعلم ما ززيوش برنخ تلاثة في اللخ انت تاكل كنزوس تاكل كنزوس تانج رتيب بالكبير في اللخ انت تاكل منها ترايف فمعناها الهنا يمكن يصرز دالبركة تطير مع الاسراف هذي طيب ندعم كلمتك الاخيرة بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم طعام اثنين يكفي لي ثلاث طعام اثنين يكفي لي ثلاث هذا منهج يحل مشاكلنا الاقتصادية بنسبة ثلثة على الاقل اذا كان نحن عنا عنا يزمنا ناكله متاع 13 مليون طعام سبعة سبعة ملايين يكفي 13 مليون ونربحوا البقية هذا مع تأول سيدنا صلى الله وسلم في او كما قال في الحديث اذا المنزل كان فيه اربعة فرش اربعة سرة اربعة فرشات في البيت وانت عندك ثلاثة فقط من الناس ثلاثة فقط من الناس وعندك فرش ثالث من يناموا على ذاك الفرش نقرأوا الحديث ونمر عليه مر الكرام يقول سيدنا صلى سلم يناموا عليه الشيطان قال عليش يناموا عليه الشيطان قال هذا وجه من وجوه التبذير ووجه من وجوه الاستهلاك الغير مرشد شو انا عندك مرتفرش زيد وقتل يحنا نقوله بش كي يجي ديف نكرموه نقوله خمسة فرشات خمسة فرشات الزيق اليوم تلقى في ديارنا ستة وسبعة فرشات وعشرة كراسة نستعملهم منهم اثنين وثلاثة وخمسة وش الباقي لاش لاش موجود للزينة او للعرض بل ما نتعدى الشيخنا انا لهنا بعد اذنك واذن المشاهدين نحب نقف على فضل اللي كنت تحكي فيه في الاسلام معنتها انا وقتلي معنتها ما نخلطش في الوجبات نعم وقتلي فطور زوز لثلاثة نعم وما ناكلوش البيت وقتلي ناكل البيت ناكل البيت وقتلي نسنس صغاري على البيت كان ما يقومش من الماكلة من طولته هو شبعان ثلث اكل وثلث ماء وثلث هوا فيقعدوا ثلث ديما الجهاز الهضمي مرتاح هل وقتلي نصير على هذا كي نجي خارج في الظو كي نستهلك المايا نستهلكوا معنتها بحكمة كي نخرج من بيرويا نسكر ضو متاع خدمتي كي نمشي لدار الناس نصح بظلهم على ماهم كي ندخلوا تيل والنزل معنتها نتصرف كأني في منزلي هل فما أجر عند ربي؟ أجر عظيم هل فما فيها حكمة في شهريتي وفي فلوسي؟ نعم أجر عظيم جدا أجر عظيم لأنك التزمت بما يرضي الله تعالى ورسوله سرت في نهج يريده الله تعالى منك شو نجي نربح في الدنيا؟ مثلا كي نصرت هكيا وشو نجي نربح في الإخير؟ الأجر العظيم ليش؟ الأجر العظيم التزم بسنت النبي صلى الله عليه وسلم محافظة على ثروات المجموعة كل وعلى ثروات من؟ ثروات من؟ أبنائنا وأبنائنا اللي جايين بعدنا الأجيال نحن الآن سمحني بعض مننا على الأقل يقترفوا جريمة شنيعة في حق الأجيال الآتية لأن الثروات الطبيعية والطاقة وكل هذا اللي نستهلكوا فيه نحن ماذا سنترك؟ ماذا سنترك؟ ماذا فعل أحفادنا حتى نجشمهم في يوم الماء الصعاب وغير ذلك؟ قال لي أحدهم منذ أيام قال لي والأسف وذين وجوه لخيان المستمعين المشاهدين يا ناس التقي وربي التقي وربي في الملك العام في الملك العام يقول لي أن البعض يدخل إلى مقر عمومي أو مصلحة عامة يشتغل فيها يبيت في الليل يبيت في الليل المكيف المبرد يبيته يشتغل بشهو صباح القاهرة سبحان الله ما هذا الجرم ما هذا الجرم في حق الأمة وفي حق الناس والمجتمع وأبنائنا وأنفسنا هذا ربي سبحانه وتعالى يؤذروا ويؤثموا صاحبه عليه أيما أثر لو كان ثم عقيدة صحيحة عقيدة صحية تقدر هذا وتعيش هذا وتستحضر هذا هذا العمل لروا حقه حرام هذا العمل كما تحافظ على الصلاة والمشكل وين أكثر من هذا أنه يصلي ويمشي عمل عمرة يصلي ويمشي عمل عمرة الصلاة هذه تريد منك أن تحافظ أن تحافظ على المتلك العام وإذا ما بذرته فأنك آثم في حق الناس ولي خف منه أنا شيخنا أنه السلوكيات هذوما نعديهم لصغارنا حتى إحنا تولادنا مدلين وصيبوا ما تكلموش وخليه يعمل وش عندك فيه من مكتوبك تمدله اتقي الله يجعل لك مخرجة نرجع للأجر أنا نحب إلى جانب اللي قاعدين نقولوا فيه اللي هو معتها علم ثابت واسنة خلاهلنا سيدنا نحب الرغب التونسي اللي تفرش فيها تويكا على أنه يسلك السلوك هذياء فشنو الأجر اللي ربي سبحانه يعدنا به إذا كان إحنا نخافه ربي في فلوسنا في مانا في ضونا في مكلتنا في لباسنا اللي فريب ما هوش يعيب والسولد ذاكا فيها ترشيد استهلاك وأني نعطي منه سبحان الله سعاد تخرج حاجة صدقة تخرج مريول صدقة يدخلو لك ثلاثة أربعة معنا نتعرفون شونين يجيون عند رب العالمين فالأجر شنوه؟ نفهم والأجر زي ما نتفق على أنه ما على الأرض هو رزق الله سبحانه وتعالى بالدليل قوله تعالى وامشوا في مناكبها أي مناكب ماذا؟ مناكب الأرض وامشوا في مناكبها اللي هاي علش كون تعود على الأرض وكلوا من رزقها ولا من رزق هي وكلوا من رزق هي وكلوا من رزق هي يعني كتعلق بالأرض ربي قالوا وامشوا في مناكبها كتعلق الأمر بالرزق ربي ما قالش وكلوا من رزقها مش رزق الأرض إذن فهو رزق الله سبحانه وتعالى لأنه هو الرزاق ذو القوة المتين وفي السماء رزقكم وما توعتون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون إذن هذه حاجة ما تقول الشهادة أوتيته على علم كما قال قارون على علم مني وعلم من عندي وهذا متاعي لا 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 تنسب ذلك إنما هو رزق الله سبحانه وتعالى أنه هو الرزاق إذا كان رب يعطاك المال هذاك فمش على خطر أنت تقول أنت أنا خاترني ذكي وخدام وقراي ففمشيكون أكثر منك قراية فمشيكون أعلم منك فمشيكون أعقل منك فمشيكون ولد عائلة أكثر منك فمشكون متربي عليك فمشيكون متدين أكثر منك فمشيكون ما تحب عليك ولكن ما عندوش اللي عندك أنت فاربي سبحانه وتعالى استطفيك روو بتليك رو بتلاء hayb tillay من الله سبحانه وتعالى معطيها كثرت رزق البتلاء وقلة رزق البتلاء نعم وابتلاء أعظم من قلة الرزق عليش لأنه لي عنده شوية رزق ما عنده حد شيء كان أنه يصبر ما عنده حد شيء كان أنه يصبر بينما لي عنده الرزق ما شاء الله وخيراته من أصناف المال وكثيرا ما أنه يكون سببش أنه يطغى وأنه يغلط وأنه يغلط لأنه هذي مسألة مهمة جدا فهذا أول حاجة أنت بيش تمشي في الطريق الذي ربي سبحانه وتعالى أمر كبير خطر ربي أمرنا بالعبادة ربي عليش خلقنا وما خلقته الجنة والإنساء إلا ليعبدون لي بش نعبدوه خمسة مرات في النار كهو كهو وكهو وشنين قداش نص ساعة يا ربي خلقتنا بش أنا نعبدوك نص ساعة ونمشو على رياحنا ليه وإنا ما بش تكون حياتنا منهج عبادة حياتنا بكلها كيفاش أنا ناكل إن يبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لنا ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه عجب ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات شو ما حلها لقيمات يقينا صلبه فثلث لطعامه وثلث لشربه وثلث لنفسه النبي صلاة وسلم كان يحب راء الدباء القراءة كان يحبوا وكان يعطيه الشيات وياكل من الشيات النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى يحب العسل أهما ما يكلها كان يعافهم يحبش ياكلها ولكن ما كانش يقول صحابا ما ناكلوا هايش كما الضب مثلاً كان يعافهم يحبش يكلوا الثوم اللي بصليا كانش يقول ما تاكلوش فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني المأكلات والخيارات ما شاء الله موجودة ثم حاجة أخرى ونحن نتحدث على الاستهلاك وعلى الإنفاق كما قلنا أنه راهو هذا يتمثل في الوقت أيضا راهو بش نسألوه على الوقت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ الصحة متاعك ساعة ديك إذا ما كترشدها فلسه لك متاعك يا أخويا مش لازم أنت بشتأول حاجة الصحة ديك المؤمن يكون كيس يعرف كيش يقصت المجهود متاعه ما ترقودش ما تبركش تتقاعس ما تخدم حد شي في نفس الوقت زادة ما تلقوش في يدك للتهلكة تخدم خدمة عشر رجاء وبعد تخدم معها مع مين وبعد كهو ما عادش فيها حتى المجموعة الوطنية ما يساعدهاش وإنما يكون مؤمن كيس يقصت المجهود متاعه في الصحة متاعه الساعة هذه حاجة حتى في الوقت متاعه أيضا نفس الشي فإنه نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ لأنه بش يسأل على ذلك الوقت أيضا يزموا يعرف كيش يستهلكوا ثنين رهوا الانفاق والاعتدال في الانفاق موش متعلق فقط بالمواطن وبالمياكلة والشراب رهوا الانفاق متعلق بالمجموعة الوطنية ككل متعلق بالدولة بالرئيس وبالمرؤوسين متعلق بالوزارات وبالمصالح وبالكل يتعلق بالترشيد الاستهلاك أنه نفكروا كيفاش أننا نحبوا نعتدلوا في الاستهلاك متاعنا وحنا عنا مثلا اليوم كيما كان يحكي شيخ طاقات متجددة اليوم ما نشف نحكي على مثلا دولة أوروبية اللي وصل لأنه الاستهلاك متاع الطاقة متاعها ثماني بالمئة من الطاقات اللي هي متجددة تحتوا على اليوم المغرب الأقصى هي مش بعيدة علينا شنو ولي عنا الريح وعنا كيما هم عندهم الماء وعنا وعنا عليش احنا ما نفكروش في أن يكون عنا طاقات متجددة وهذا من ترشيد الاستهلاك اثنين اذا كنت حتىوا على الاعتدال في الانفاق وين اليوم الوزارات والمصالح عليش اليوم يوصل بعض المسؤولين يكون عنده 600 إترا متاعي صنص علي فشقا فقط في مثلا المدرسة هذا اذا دخل في ترشيد الاستهلاك والانفاق ياخذ مثلا بشي يعمل لزوز والتثقاعات بعد عام ولا عامين تضر ليه السقات ويعرفوا العيوب متاحها الشخص هذك هو نفسه يعاود ياخذ معا وزارة اخرى ولا في نفس الوزارة وينو هذا ياخي هذا مش في قد الى انو صلح وعاود وعام صفقة من جديد وعمل بطة اخرى مش اموال هذي قاعدة طايلة ماشي هكاكا علاش لانا ما نشقع الدين نتحكموا في الموارد متاعنا ونرجعوا لمبدأ تقوى الله سبحانه وتعالى اتقي الله سبحانه وتعالى كنت بشي قولك اذا نرجعوا للجانب الديني نلقوا اللي في هذا كل فما التقوى معناها من اعلى هرم في البلاد الاخر ولايد صغير في البلاد التقوى هي المخرج متاعنا لكل معانتها وقت اللي اي مسؤول يقعد على الكرسيه خاف ربي في اي قرار بش صح حالي في كل امضة خاف ربي فيها في كل قرار خاف ربي فيها في كل حاجة تجيبش تعملها تقول كان جيت انا ما ربي سبحانه قالك ما تحب الروح وكحب الغيرك هذا ودوك احنا سياسة ترشيد الاستهلك تكون على جميع المستويات من العائلة الصغيرة للي اكبر شوية للمؤسة للوزارة حتى وحنا ماشيين ونكبروا هذا وش معاناها ترشيد الاستهلك سيدنا عمر والخلفاء قبل بش نسرك على جانب هذيه خاطب منهو بش ندخلوا لحكاية التقشف ما زالونا عشرة دقايق نحو نختم بيهم فكان يخلي روحوا بليش ساعات لنحن ما يكلموا فهموا بش يتصدق بها فما خيط رفيع بين اني نحن روحي واني نتصدق واني نعدل فما خيط رفيع ما بيناتهم الكل ساعات واحدة يقول انك نحب نقتديه انا بالخلفاء ذوما بالمقربين لسيدنا صلى الله عليه وسلم فانا زادة نخلي روحي مثلا في لبسة سيدنا عمرك نقبل يعدي معاش قديش انا بنفس اللبسة نخلي روحينا بنفس اللبسة بش نعطي نعم ايه هنا كيفش نعمل انا رب يحب يشوف نعمته عليا كيفش نعمل نلبس نتصدق نعطي نعم بل اضيف اكثر من هذا اثرة عن عمر بالقطاب رضي الله عنه انه كان يرتدي جبه جبه فيها كذا وعشرون رقع ها ان شاء الله السادة مشاهدين ما يقولوش هم اجبايب همش بيها ميش مرقع ميش مرقع ها لعليش لماذا هذا هذا مش بالضرورة رو عنوان الفقر او عنوان بل انه اولا هذه النخبة تتحدث عليها الان من صحابة والصدر الاول للامة وهم النخبة هم المثال المطلق هم المثال المطلق للناس وللبشرية اه وللبشرية نحن بشر ونحن نخطئ ونحن أصحاب نوازع وأصحاب شهوات وأصحاب غرائز نحاول قد المستطع الاقتراب من هذا المثل الأعلى من هذه الحياة لكن تاو كنتما نحكي ونقول ربي سبحانه وحب يراني عمتو عليك تلك الكيمة يلزم تلبس كيمة يلزم شوف هذا لا ينفي هذا لا ينفي أنه لا ينفي قلت هذا ليس هذا نوع من تزهد في الدنيا هذا نوع من محاولة الاقتراب الله سبحانه وتعالى بطريقة الورع الشديد الورع الشديد بحيث يروى أنه عن عمر بن عبد العزيز نحن نأخذ منهم هذا نأخذ منهم لب ونأخذ منهم الدروس والعبر مش بالضرورة أن نأخذ الشكليات ربما ونتشبث بها ونترك العمق عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أثر عنه أنه كان لديه زوز شمعات شمعتين فعندما يكتب أمور الأمة وما يتعلق بالأمة يشعل الشمعة اللي هي شراها من بيت مال المسلمين عندما ينتهي العمل هذا يطفي الشمعة هذيك ويشعل الشمعة اللي خذاها من ماله الخاص شو الأمانة؟ سبحان الله شو قوت الأمانة؟ ما هذا وما بعد هذا من الفضل ومن الدروس وكيفيش تحب ربي وقتها ما يبركش في الأمة ذيك وما يعطيش الأمة هذيك يا أيها المسؤول كائنا كنت إذا ما معناها أدخلت في أمور الأمة استعمل سيارة الدولة ومتاعل الأمة وصيلوا الدولة ورقة الدولة وصيلوا الدولة بركة الله فيك وقالت تطبع متاع الدولة وإذا ما كملك وستعمل أمورك الخاصة خوذ من أمورك الخاصة هذا يروى بين ضفرين عن أحد رؤساء الوزراء في إيطاليا في إيطاليا فترة فترات أنه كان آخر من يخرج من مقر الدولة آخر من يخرج قال لماذا؟ عليش؟ عليش حتى يتفي الظوء منتع المقر الدولة كله مقر الحكومة كل يتفيه هو حتى ما يبادش الظوء هذا يبذى لأنه ملك من أملك الأمة مش ملك الخاصة وهو مسؤول عنه يعني مبادئ ذي جيت في الإسلام وعنا عبر التاريخ عنا ما شاء الله من الأمثلة اللي كان نحطه كل مثال وحده ونقرأه ونطمعنه فيه تو نلقاه مخرج الألف مشكلة ومشكلة في بيوتنا في عائلاتنا في مؤسساتنا في وزاراتنا في دولتنا نعم كان ناخذوا سيدنا عمر كان ناخذوا سيدنا علي كان ناخذوا قبلهم هما لكل سيدنا صلى الله عليه وسلم كان ناخذوا لبعضهم هما أتوا نلقاه أنه في الأمانة في الصدق في الشفافية في الترشيد في الاستهلاك مخرجنا في أنه نتقي الله في مالنا وفي بلادنا مخرجنا أحنا هذية معناتها حصة أولى في الاستهلاك شاء الله بعد فترة نرجعوا مرة أخرى مستحقينها ياسر وياريتلو كان على المنابر في صالة الجمعة وفي خطاب الجمعة ياريتلو كان نكثروا منها في إعلامنا في كل من ينجم يساهم حتى هكذا حاب قاعدين مع بعضهم تفرجوا اليوم في الحصة غدوة أنت يوصل عندك عليها أجر غدوة أنت ابدأ بولدك ابدأ ببنتك ابدأ بأمك ابدأ بخوك ابدأ بالقريب لك ويخذ بخاطرك ويفهم منك هذيك حرام هذيك ما تجيش هذيك فيها بركة تقسم فلوسك فيها بركة تخرج منها للفقير فيها بركة تخاف ربي في مال ترجمة نانسي قنقر اشهد أن لا إله إلا الله اشهد أن لا إله إلا الله اشهد أن محمد رسول الله اشهد أن محمد رسول الله ترجمة نانسي قنقر حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن 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 لا إله إلا الله تستحفظ عليها ترشد في استهلاكها روذيك فيها بركة في فلوسك أنت تراها رك في الدنيا على عينك تراها فيما ببالك في الآخرة فيما ببالك أجرك في الآخرة عند رب العالمين هذيك عليش ربي سبحانه يصطفي نايس على نايس على القلوب نحن قبل يقول لك ربي عتك على قد قلبك هذا هو على قد قلبك على قدمة أنت مع أنتها تحب وتخاف على غيرك إذا كان نختمه بدعاء لنا والعائلاتنا والتون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه اللهم بارك لنا فيما أعطيت اللهم بارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبداننا وأبصارنا وقوتنا واجعله الوارث منا اللهم بارك لنا في أرزاقنا اللهم يا رزاق من سانك رزقا حلالا فارزقه يا رزاق اللهم ألهمنا حسن التصرف في الأموال وفيما أعطيتنا اللهم بارك لنا يا رحم الراحمين اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم بارك في ثروات أمة محمد اللهم بارك لنا في ثرواتنا بارك لنا في أقواتنا بارك اللهم في أرزاقنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم كن معنا ولا تكن علينا لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تصلت علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا واجعل بلدنا وسائر بلاد المسلمين آمنا مطمئنا ولا تسلب نعمتك عنا ولا تسلب نعمتك عنا ولا تسلب نعمتك عنا وكن معنا حيث كنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين إن شاء الله يا ربي مع جينريك متاعنا وكونوا إحنا غدنا نكون ربي إن شاء الله استجاب لدعانا وكونوا خلينا برشة بركة في دياركم برشة رزق في دياركم والعقليات هكا تتبدل رأي واحد يوقب لأخر واحد يقول لأخر إن شاء الله يا ربي بالصحة وبالأمان نتقابل معكم الأسبوع القادم دي مع الوطنية الأولى في الإسلام والعصر شكرا لك شيخنا عبد الكريم ترابلسي نورتني برشة شكرا لك شيخنا مونير بلهوان نورتنا برشة شكرا لكم أنتم اللي تابعتونا بسلامة نسكول شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم